خطأ تاني وقت بنقع فيه يعني ناحية نفسنا احنا او في حق نفسنا انه انا بس جن نفسي في مرحلة عمرية معينة فبعد عدد كده من السنين بحس ان انا فجأة جبرت وانا ما عملتش اي حاجة كان نفسي عملها والغاية دلوقتي انا متضايقة ومخنوقة ومش حاسة حتى باي انجاز انا انجزته على مدار السنين اللي فتت ففكرة السجن اللي انا بحطه لنفسي او انا بحط نفسي جوا ده ازاي صلحها وزاي ما تبقاش خطأ في حق نفسي اولا لازم ادرك الموضوع يعني لازم احس بالمشكلة انا عندي المشكلة دي ولا لا يعني هل انا وقفة عند مرحلة عمرية معينة ومش عارفة عديها ولا لا ولا فجأة اكتشفت زي ما بتقولي كده ان انا كبرت وفي حاجات كتير انا كان نفسي اعملها والسنين اذا هي ازاي كل السنين دي ليه اتعدت وفي الغالب الموضوع ده بيحصل في النقلة العمرية يعني هتلاقي مثلا ايه مع بداية التلاتينات مع بداية الاربعينيات فهمك الاربعينيات في السن كده هتبصت لايه فجأة الواحد بتجيله لحظة بيحس ان عمره تخطف فبالتالي انا ادرك انا عندي المشكلة دي ولا لا تاني حاجة ان انا لازم بفهمة ان كل مرحلة عمرية لها الانجاز بتاعها فبالتالي انا ما اقولش انا ما عملتش يعني انا مثلا لو انا تزوجت في فترة العشرينات وانجبت اولاد وكذا واخدت اجازات واقعدت في البيت عشان اخد بالي من البيت ومن الولاد وكذا وفجأة قابلت واحدة صاحبتي بقى ان عشر سنين ما تقابلناش وفجأة لقيتها هي ما شاء الله مثلا عمل الكارير والدنيا تمام معاها وكذا فتجي تلاقي وده بيحصل مع ستات كتير جدا هو انا فيه من كل ده وانا ما عملتش حاجة نفسي ليه هو انا ازاي كده لا لو انت متخيلة ان انت لما جاوزت وجبت اولاد وربطيهم واخدت بالك منهم واقعدت معهم ده مش انجاز دي مشكلة انت لازم تاخدي بالك منها دي اكبر مهمة ممكن اي ستة تعملها في الدنيا انك تاخدي بالك من بيتك وتاخدي بالك من اولادك وتحاجي عليهم وتحافظ عليهم بالاعتدال ده انجاز يعني احنا مشكلتنا ان احنا وصلنا في مرحلة في المجتمع مش شايفين انه ده انجاز بيغزي كلمة انت بتعملي ايه هو انت قاعدة طول النهار بتعملي ايه لو حابت تخرج شوية تغير جو ولا كذا ولا بتاع يحاسسوا بالتأثير والزم بقى انت ازاي انت تخرجي وولادك وكذا فتيجي هي يحصلها نوع من التمرد انتوا مش شايفين ان انا بعمل حاجة طب انا هدور على حاجة بقى تانية انا تحسوا ان انا عامل فيها انجاز وانا هعمل كذا عشان انا من حق ان انا اعمل كذا فهتلاقي بقى الصدمة دي تحصل في كده فتعيش اللي ما عشتوش في فترة العشرينات مثلا او تبدأ تنجز حاجة هي ما انجزتاش لان احنا كمجتمع متناقض انا منقول الام مدرسة اذا اعددتها شعبا طيبا العراقي بس احنا كل يوم بنقولها في البيت وانت قاعدة بتعملي ايه فهي ما بتحسش انها بتعمل انجاز طب انا فيه نقطتين بس في الجزئية اولا اللي بتبقى مقتنعة او اللي اخدت خطوة انها تقعد وتربي الولاد وتكبرهم وتعتني بيهم بإرادتها الكاملة ازاي تبقى بعد فترة من الوقت لو شافت حد زي ما حردتك قلت تبقى مقتنعة داخليا انه انا اللي اخترت ده فما ندمش على حك بزا وتاني نقطة برضو عايزة حك تقول لنا عليها فكرة انه في كتير من الستات بيقولوا تمنا اللي شفتها دي برضو عندها ولاد وعندها بيت وعندها وعندها بس برضو بتشتغل وعرف التوزمة بين الاثنين فازاي انا اوصل نقطة اللي اقتنعة اني عملت ده بإرادتي وازاي المرأة تعرف تعمل الاثنين مع بعض طيب هوا مبدئيا مبدأ المقارنة ان انا اقارن حياتي بحياة غيري ده شيء مصصحي طبع ولا صح يعني ولا هون صحي كلنا مختلفين عن بعض تمام بالضبط كده قدراتنا مزاي بعض يعني في حد يقدر يعمل كذا حاجة في وقت واحد وفي حد مش بيعرف فان انت اخترت بكامل ارادتك ان انت تقعدي وتربي الاولاد او كذا وعد منك وقت وهما كبروا وهم كبروا معاك فبالتالي هما داخلين على مرحلة مختلفة فتقدر يتقفي وتقيمي حياتك وانت مقتنع انك عملت انجاز كويس واخدت قرار بكامل ارادتك وان ده كان شيء صح في الوقت اللي انت اخدت في القرار والدنيا فيها مرونة ربنا قلق لنا الدنيا فيها تغير احنا فيه ليل وفيه نهار وفيه صيف وفيه شتا احنا ليه بنعمل حياتنا بلوكات وبعد كده نرجع نقض لعيط احنا حياتنا فيها مرونة وانا انا نمت الصبح صحيط عايزة ااخد قرار بس اخدوا بالعقل يعني هقعدوا مع شريك حياتي وهقولوا والله انا شفت ان انا لما اخدت القرار ده كان صح وكذا بس انا شايفة ان انا دلوقتي اقدر اعمل شيء مختلف ومشي حياتي بشكل مختلف وبرضه مش هبفتي تأثير في الاولاد وخل بالك احنا فيه مرحلة الولاد مش بهم محتاجيني كاوزة لأول وقتهم مع اصحابهم اكتر مع الخصوم اكتر بالعكس في الوقت ده بتبدأ تحس انها ايه انا فين يعني اللي كنت واخد بلي منهم ما بقوش موجودين فبالعكس بدقي بقى افكري في الوقت ده ايه اللي ممكن تعمليه لو اقدر اجازة من شغلك وتقدر ترجعي ارجعي لو انت تقدر تعملي كارير خاص بك اعملي لو عندك موهبة نميها وكبريها ودرسي فيها وعملي يا بروجيكت مشروع خاص بيك فالدنيا مش وقفة احنا النهاردة مجالات العلم والتكنولوجي والنت الاجابي فيها ان انا في اي وقت النهاردة انا عايز ااخد كورس اونلاين هاخده فبالتالي اولا ما انقرنش لان ده شيء مصصحي ولا صح ثانيا كل واحد وحياته وظروفه اللي تخصه لما تخذي قرار ما تندميش عليه ولو حسيت ان انت اخطأتي في حاجة وارد جدا ان انا ارجع اعدلها بس اعدلها بالعقل يعني احمل اللي حوالي نتيجة التمردي على الوضاع اللي حصل وفاهمهم بالراحة يعني انا شفت ان انا عملت كذا وانا لما عملت كذا انت كنت بتقولي لي وانتي بتعملي ايه ولو عايز اخرج شوية بتضيقوني فانا شايف ان انا محتاج ان احنا نغير حياتنا للافضل وان الدنيا تمشي احسن عشان انا بقى مرتاحة وانتو مرتاحين لان انا عن نفسي مقتنعا ان لو المرأة مرتاحة او الام مرتاحة اللي حواليه كلها يبقى مرتاحين